طب بما اننا كلمنا عن التخصيص تعالى نروح للصحة بسرعة دكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان ووزارة الصحة عقلت قولة دورات التدريبية للبرنامج التدريبي الموحد لتأهيل القوى البشرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد وانتو عارفين حضراتكم ان قصة التأمين الصحي دي عملت جدل كبير خلال الفترة اللي فاتت والحد النهاردة في ناس مش فهمة قانون التأمين الصحي الجديد ده عمل ازاي متغير ومختلف عن سابقه ازاي وانحنا هنتعامل معه ازاي عشان كده كانت هذه الدورة التدريبية احنا بدأنا في الدورات دي بقالنا مدة واحنا ده جزء من منظومة القوى البشرية في التأمين الصحي والمستشفيات النموذجية مش بس التأمين الصحي وده يخص المعايير للرعاية الاولية والوحدات الصحية والمستشفيات الخاصة بجودة الخدمة العلاجية وامان المريض والجديد في المعايير دي هت انها معايير تطبيقية مش نظرية مرحلة ان احنا كان عندنا الفترة السنوات اللي فاتت معايير الجودة واذا كان والتوصيق والحاجة دي وفي الاخر المريض ما بياخدش خدمة فاحنا ده نوع من التدريب اللي يقاهل الناس لتقديم الخدمة بشكل مباشر بمعايير الجودة والله المؤتمر النهاردة ده بيؤكد زي ما سات الوزيرة اكدت من شوية على ان رفع كفاءة العنصر البشري وتدريبه وتأهيله هو احد المحاور الرئيسية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة بورسعيد اللي بتتضمن اكتر من محور منها محور رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية سواء كانت مستشفيات او وحدات او مراكز وايضا محور الميكانة اللي سات الوزيرة اكلمت عنه واعلنت ان هيبقى فيه ان شاء الله بكرة توقيع بروتوكول تعاون ما بين وزارة الصحة ووزارة الاتصالات ووزارة الانتاج الحربي دور بتاع الهيئة هو اننا نضمن جودة وامان وكفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين فاحنا بنعمل نظام الاعتماد للمستشفيات او للمؤسسات الصحية بشكل عام مستشفيات او مراكز الرعاية الاولية او اي ان كان نوع المؤسسات الصحية القانون بيتكلم انه الخطة تشمل جميع انحاء الجمهورية بالتطبيق الجغرافي التدريجي خلال 12 سنة من 2018 بنوصل نهاية التطبيق واكتمال التطبيق 2030 لكني بالشكل اللي انا شايفه وبالقدرات اللي انا شايفها وبمعدل الانجاز اللي انا شايفه وبمعدل الحركة اللي انا شايفه وبالدعم المنقطع النصغير من القيادة السياسية انا شايف انه ممكن تكون المدة اقل من كده بكتير احنا النهاردة هيئة الاعتماد والجودة والرقابة بيدربونا ازاي ان احنا بنأسس واحدة ازاي ان عدمت واحدة ازاي ان احنا هنرخص واحدة ونخش فيها تأمين صحي ازاي ايه اللي هي المعايير ان ممكن تنجح الواحدة وايه المعايير اللي هتسقطها بيعرفونا ازاي نعمل خطة بيعرفونا ازاي نعمل سياسة نتناقش مع بعض بيعرفونا ازاي ان احنا نحط خطة زين أنا أمن المنشأ من الحريق أو زين أنا أدرب فريق طبي